اشتركوا في القناة بعدين يحدثون تخصص مثل هذه النسائية والأطفال والجراحة. سبحان الله تبدأ على شخصية الإنسان. طبيعة البيئة وطبيعة التربية. شخصيتك وقناعتك. قناعتي أنه لدي شيء يجب أن يكون لديه في المجتمع كعدالة. الطب الآن كطب. بالعكس وظيفة إنسانية رائعة لعلاج ومتابعة وتشخيص. ما لقيت حالي بمجال الطب. تكملت تخصصات لفترة معينة في باطنة وجراحة ونسائية. لكن لم أجد نفسي فيها. فكنت بفكر بإعادة دراسة القانون. كنت أتجه للقانون. كنت أتجه للقانون. ما هي علاقة بالقضاء لتحقيق عدالة. ليس لقضية قانونية ومحاملة. لا. فلقيت أن مزاوضة مهتن المحامة. برضو مش عمالها تشفي غليلي بها الموضوع. فلما جيت على الأردن وبلشت أسأل عن هذه الأمور. لقيت أن الطب الشرعي هو أكتر تخصص. مش في غليلي. مش في غليلي. بقضايا التدخل أو قضايا إثبات عدالة. في موضيع كثير معينة في المجتمع. فدرست الطب الشرعي لمدة أربع سنوات. وحتصلت على المتحان مجلس طبي. وبالتالي فعلا دخلت عن قناعة تامة. بالرغم من أنه في البداية كان متوقع أنه لا أستمر بهذا المجال. لأنه زي ما حكيتي تخصص ليس سهل أبدا. حتى على الرجل. فهي قضية مش رجل الإمرأة. هي قضية صعبة على الإنسان. قناعة. وصعبة على الإنسان. بغض النظر عن جنسه. فبالتالي كثير كثير تخصص رائع. وفعلا هذا الشيء اللي بدي إياه. ولو رجع عاد في الزمن. ترجع. أخترت الطب الشرعي. وكيف لديك رضاء ذاتي أنك أنت دخلت. وهل كمان أنك أنت قدرتي تمارس العدل عن طريق الطب الشرعي؟ الطب الشرعي دور تقديم الخبرة الفنية. أنا أفحص حالات. والحالات هذه أعمالي بشوفها بالعين. وفي عندي أرضية طبية قوية جدا. أنا أتكلم عن علوم. عن علم. وعن أدلة ثابتة. عندما أتكلم عن DNA. ما يوجد متغير. عندما أتكلم عن وجود جرح بطعن بسكين. هذا شيء ثابت. فأنا اللي عم بكتبه الشيء ثابت وموجود. فيها جزء من علم وجزء من خبرة تراكمية تنشأ عند الطبيب الشرعي. فبالتالي لما أشهد بالمحكمة إلى الآن. أنا في الطب الشرعي إلى الآن تسع سنوات. لكن لازلت في شهادات المحاكم كل ما أروح. ولأول مرة كأني أشهد بخاف بخاف من قضية أنه يكون في ظلم غير مقصود بخبرتي. فدائما يعني بتوجه بالدعاء لربي قبل كل شهادة أنه يا رب الهمني الصح. وصح أنا معتمدة على تقرير وبعرف. لكن أنت تنسيش فيه طرف آخر وفيه محاميين وفيه جهة أخرى متهمة. بدأت تكون شرسة فيه دفاعا عن وضعها. فبالتالي أنا بحس حالي إلى الآن الحمد لله. أموري ماشي روعة ومحسيت حالي ما ظلمت حدا. ولا مرة حسيت. ولا مرة. لأنه أنا قائمة على دليل قدام عيني. ما بتروح إلى الشهادة إلا أنت مليون بالمئة. طبعا. ودارسة موضوع كثير. هل أدت شهادتك في أحد المرات لوصول حدا لحبل المشنعة؟ هلأ. أنا مش شهادة بحباتها. الأدلة. الأدلة. أكيد. طبعا. لأنك تتحدث عن قضايا. تكييف القضايا تعتمد على القاضي وقناعته الشخصية. لكن أنا مساند. دوري أني أساند القضاء بخبرة الفنية. فلما أنا مثلا بحكي عن واحد قتل بمقذوف ناري أربع رصاصات. مثلا بالظهر. هذا تكييف عند القاضي أنه قتل بالغدر. فهي لها تكييف يختلف عن الرصاصة واحدة. مثلا بالخطأ أو مثلا لحظة غضب. كل هذه لها أدوار الخبرة الفنية. كيف القاضي راح يكيف. فإحنا جهاز مساند. خبتنا الفنية لجهاز القضايا. عند وقوع جريمة. هل تكونوا موجودين مع جهاز الأمن العام بمسرح الجريمة؟ نعم مسرح الجريمة طبعا. وعندهم تعليمات لا يمسك شيء إلا أنتم. نعم. الجثة وما عليها ملك للطبيب الشرع. هكذا اسمها. إحنا اللي نفحص ونشوف ونأخذ الأدلة عن الجثة. في مسرح الجريمة مثلا المختبر الجنائي. فأنت في عندك فريق متكامل. نشتغل يعني زي عم نازف موسيقى مع بعض. للوصول إلى حل. لحالي أنا ما رح قادر أشتغل. ولا المختبر الجنائي الحالو. ولا الضابط العدلية. ولا المدى العام. لكن خبرتنا المجتمع مع بعض هالبعض. عمالها بتطلع عن جد شيء رائع ونتيجة رائعة. وبالتشاور وبتكامل الأدلة مع بعض هالبعض. يعني في أخرى نحكي عن إحدى الحالات اللي صارت عندك. قديش أخذكم وقت لا تطلعوا بنتيجة. وتبينوا من الفاعل. هلأ برجع وبحكي أنا كطبيب شرعي. مع الكادر. هلأ مع الكادر يعني في حالات ممكن لا يصلوا إلى فاعل. يعني أنت في كمان في مثلا في قضايا إجرامية مجمينها أفكياء. يعني. ما في دليل. ما بتركوا دليل. ممكن لا يثبت دليل. ممكن سافر. ممكن مهرب. هناك قضايا شائكة كثيرة. لا أستطيع أن أفسرها بجملة أو بجلسة أو. وهذا علم واسع. علم الجريمة علم واسع وموجود منذ الأزل. أول جريمة حدثت منذ الأزل. ما هابينه قابيله قد الأخ. فالجريمة موجودة عند البشر. ولكن تطور الجريمة علم قائم بحد ذاته. بالعكس الإجرام عماله يصير بدكاء. بس كمان عم نشوف أنه عم بصير في كتير أساليب عم تقدر تأدي للوصول إلى المجرمية. يعني عم بي. طبعا. كتير العلم تطور بهالقصص. هلأ يعني أنت عم تتكيي علم الجريمة. والضابطة العدلية كلها بقطاعها بخبرة الفنية. بس يعني ماشيين بمسار متوازي. هذا بتطور. هذا بتطور. ولكن حكمة من عند ربنا دائما الحمد لله إحنا الأقوى. ما هو حكمة من ربنا عشان الحياة تمشي. صح. إذا الجريمة هو اللي حتغلب أو علم الجريمة هو اللي حتفوق بذكاءه علينا. معناته أنت عم تحكي صار في خلل بتوازن الطبيعة. وممكن وتبادل البشرية بعد. لكن دائما. يعني في مثلا عندك مبدأ اسمه لوكارد. لعالم فرنسي. يعني دائما مقالته لا يمكن أن يحتك جسمين مع بعضه من بعض إلا أن يترك أثر على الثاني. فبالتالي أنا جلسة على الكرسي يجب أن تتساقط خلايا من جسمي على هذا الكرسي. الآن ليس هنا المشكلة. التساقط وارد والاحتكاك وارد. أمسك هذه الكاسة إيدا عليها. لكن ما هي طرق التكنولوجيا المتطورة اللي موجودة عنا لأخذ عينات من هالنسيج أو من هالكاس أو من هالسائل أو من هالطاولة. للوصول إلى بصمتي أو نسيجي أو جزء من قماش ملابسي أو إلى غيره. وهذا الاختلاف. لذلك نجحت أمريكا في قضايا الإعلام لقضايا CSI وكروس جوردن وغيرها من مسلسلات. هل هذا موجود بعد الواقع؟ هذا موجود حقيقة لأنه حيانا منقول هذا أكيد خيال اللي بالمسرح اللي منشوفه بالمختبرات اللي عندهم أكيد نقول شي من الخيال. فعلا هو علمهم يعني اللي موجودة يعني متطور جدا جدا جدا. لكنه بالحقيقة موجود. يعني يعني فيه موجود بجزئية. يعني فيه يعني. في شوية خيال. بدناش نسى الإعلام بالأمريكي قوي جدا. وقادر إنه يوصلك لمرحلة إنه يعني. وهذا المطلوب عندهم. لكن هل هذا يعني أنا كنت في أمريكا لازالت عندهم جرائم بالعكس. جرائم مبهمة. لازالت عندهم ملفات تغلق دون وجود الفاعل أو تعرف إلى الفاعل. لأنه جريمتهم دكية ومنظمة أكتر. وإجرامهم قائمة على أسس علمية. رح تلاقي بالتالي العلم لازم يوازيه عندهم والتطور ويواكبهم. لكن لا يمكن يوصل بنسبة مية بالمية من التغطية الجريمة. ومعرفة القاتل بالعكس. أنا عندهم صعوبات ما بتخيلية. لأنه في عندهم دكاء وتطور. وبعدين 300 مليون أنت عم تحكي قارة. يعني بتعدد الجنسيات والنفسيات. ودي إلى أخي ودي أنا. أنت عم تحكي عن قارة. يعني عندك جرائم مخطط لها من سنين. يعني بكونوا دارسين كل الإحتمالات. وأيام كثير القائمة على الجريمة شخص معه أعلى الشهادات. بالعكس. وإنسان ذكي. وعارف كيف يقتل وعارف كيف يوصل. موجودة يعني موجودة عندنا وعندهم. بس هم عندهم بطريقة أكتر. عشان قضية الكثافة السكانية وقضية التطور العلمي والتكنولوجيا اللي عندهم. فبالتالي بتلاقي عندهم مجزي الإعلام. لكن في جزئية كبيرة موجودة. دكتورة إسراء. كم تطور المختبرات الطب الشرعي؟ المختبرات الجنائية تابعة مدية الأمن هو المعني في قضايا الخبرة الفنية. وليس الطب الشرعي. فأنتم تفحصوا عنهم بمختبراتهم. ومش بمختبرات تابعة الوزارة الجنائية لمدية الأمن. كم تطورين؟ عندهم تطور بقضايا كثير وخاصة قضايا DNA. قضايا فحص على السموم. ماذا تريد أن تكون معروفاً؟ أحكي لك شيء. ليس لك أن أقول لك أنني عادت هنا. أنا وقع من نسيج. شعرة ممكن أيضاً؟ خلايا من جلد غير مرئية. لأنني لمست الكرسي. عندما يأخذوا التكنولوجيا بهذا الموضوع. ما هو الجهاز أو التقنية اللي من خلالها رح يأخذها النسيج. والأدلة والمحليل اللي رح يستعملوها عشان يطلعوا DNA من هذه الخلية. DNA مش سهل. يعني لا تفكري إنها قضية سهلة. DNA سهل من عير الدم من بول. من علكة. من مثلاً لعاب. من قضايا السائل المنو في العتالة الجنسية وغيرها. لكن. لو. مش من كل مكان بتقدري. من كل شيء يلمس. نقدر ناخد عينة. وناخد. لأن DNA هو الشيء القوي. في إثبات. أقوى دليل. في الإثبات الجريمة. وإذا فنت. أو فنت الجريمة. ويلغى. إذا حتى مجرم معترف. وإنه يطلع غير مطابق. تلغى قضية. يعني قضية. إنه هذا هو المجرم القائم. ومتهم. نعم. القائمين في المختبرات الجنائية. دائماً. بطلعوا دورات. بطلعوا على الأسليب الجديدة. والحديثة. في الكشف الجريمة. على حسب علمك. يعني. ما يفترض إنه. إنه يكونوا. بواكب التطور. لأنه زي ما حكينا. في تطور. وهي. يعني. 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 للمديرية الأمن. الطب الشرعي تابع لوزاة الصحة. إحنا جيهادين. إحنا جيهادين. إحنا من عنا. بتطلعوا دائماً بتشاركوه. لا. لا نشارك المختبر الجنائية. إحنا بنرسل العينات. لا. إنتوا بتطلعوا دورات. الدورات. بتطلعوا على الأساليب الحديثة في كشف الجريمة. لأنه داماً في عندكم. في أشياء جديدة. بكتشفوها. بتساعد في كشف جريمة معينة. عن طريق الطب الشرعي. يعني. أنا. رح أكون صريحة بها الموضوع. قضايا المتابعة. والتطور. ومثلا. إرسال بعثات. ومنح. لقضايا. التطور في العلم. يعني. لازال في عنا نقص فيه. ونعاني منه بصراحة. لأنه. لا. يعني. ما بقدر أشخص وين الخلل. لكن مثلا. يجب الآن القيام. على تطوير وتدريب كوادرنا. على أحدث. أحدث. ما توصل إليه. من علم والتكنولوجيا. في قضية الجريمة. وتحليل الجريمة. وقضايا. الخبرة الفنية. اللي بتوصل. لموضوع الأدلة. نحن عندنا نقص في هذا الموضوع. ونقص في الكوادر. الكوادر لا. لا. الكوادر موجودة. الكوادر موجودة. وعندنا تقريبا. هل هناك فتيات؟ أربعين فيه. نعم. فيه طبيبتين. إجداد منضم. منضمين على الطب الشرعي. فيه أخصائية تانية أهلا. حازت على شهادة المجلس الطبي. وفيه طبيبة تانية في السنة الأخيرة للإقامة. بتخصص طب الشرعي. فالحمد لله. نفتح المجال. وصار فيها لنساء مشاركات في هذا الموضوع. ودائما أنا بحكي هي بس البداية وبعدين خلاص. يعني هلأ أول مرة بتشوف الجسد بتفتحيها بتشرحيها. ممكن شوية هيك يعني مش عارف يعني مش عارف. ردود الفعل تخالي. ردود يعني. يعني في عندك رجال بتداية أو بقدروش. يعني فيه رجال مش بس. فيه رجال ممكن إنه تصيبهم غيبوبة. يقوع طولهم. فيه رجال بدخلوا وبطلع. يعني بيجوا مثلا بدهم تخصص بشرعي. ما بتحملوا منظر ما يحدث في مشرحة. يعني بقدموا الطلب بالدقل. بس هو الموضوع ليس له علاقة ذكر وانت برجا بحكي. علاقة قناعات شخصية. وانت لجي على الطب الشرعي. شو بدك من وراء الطب الشرعي. شو هدفك من الطب الشرعي. فأنا بالنسبة إلي. أول مرة شفت جثة. زي بالظبط اليوم لما شفت جثة. ما تقصر. نفس الوضع. لأني أنا يعني بدخل على المشرحة. أنا بدخل في عندي جريمة. أو في عندي. بلعش أكي جريمة. في عندي جسم مغلق. زي بسموه البلاك. زي الصندوق الأسود. لا يوجد الوضع. أريد أن أرى ما له. لماذا مات؟ إذا إليه حق بدي أخذه. سواء حق جزائي. سواء حق مدني. تعويضات مالية. إذا مثلا في واحد متهم بدي أبرقه. إذا واحد حر طريق. لا بده. أخو إله علاقة بالوفاء. بده ينحكم. فهي القضية بالأخير. كيف تحقق عادل في مجتمعنا؟ أهنيك يا أنا. عن جد أنا كتير مصنوطة أن تعرفت عليكي. وفخورة فيكي. شكراً كثيراً. الله يخليك شكراً كثيراً. شكراً كثيراً. لألك دكتورة إسراء الطوالب. أول طبيب شرعي في الأردن. مكملين معكم. بعد الفاصل سنكون مع دانا والفنان الأردنية التشكيلية شيرين عودة. خليكم معنا.